الخبر الأول عن المشكلة اللي صايرة بين ويسام تكيت ومحمد جواني طبعاً ما يعرف شلو اللي صاير فبالبداية ويسام نزل هذه الأغنية اللي قصف بها محمد جواني ولكن اللي صار انه تفجرت التعليقات بجيش جواني إلا ما نقرر ويسام انه يلغي اسم جواني وياسو بريدر من التعليقات طبعاً الأغلب حالياً جاي ينتظرون رد محمد جواني فجواني نزل هذا المقطع على قناته وكان دي يردبي على ويسامهم ولكن الصدمة كانت انه كانت يسوي ردة فعله على مقطعي طبعاً مفس الوقت حاجة على ويسام قال انه هو خايف لهذه اللغة هذه التعاليق ولكن طبعاً من الواضح انه البيناتهم مو مشكلة حقيقية ولكن مجرد مزح مو أكثر وبس يا حبايب تشيريكم بالكومنتات برد جواني طبعاً ما شاف يروح يشوفها وبالنفس الوقت تقولون هل يشوفون ويسام كان فعلاً خايف من جيش جواني أو لا الخبر الثاني اللي عادنا عن أنور مارو ووصول قناته باليوتيوب للواحد مليون فإن شاء الله ألف مبروك وعقبال العشرة مليون يا رب لن فلن يستاهل ولا تنسوني حبايب تباركو له بالكومنتات الخبر الثالث اللي عادنا وأخيراً مريانا تعترف هل هي مرتبطة وهي محمد طبانجا أو لا فمريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي تحتفل بيه بعيد اسمه عيد السناقل يعني الأشخاص المو مرتبطين وتقول إن هي حالياً مرتبطة فرحط لكم هذا الستوري شوفوا بنفسكم هاي جايز لألكم كل عام وأنتم بخير بس للسناقل لأنه يوم يوم السناقل يوم عيد السناقل أنا هلأ عرفت من الوافرة فيا جايز كل عام وأنتم بخير أنا كمارسي نقل الخبر الثالث اللي عادنا عن بيسان وليش معصبة من أنس الشايب فبيسان نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات يام عصبة بيها من أنس بسبب المقلب الجديد اللي نزل المفروض بس ينزل هذا المقطع حطوكم مستورات شوفوا جايز للفيديو؟ جايز لأقلت لك حبايب بيساني كثير معصبة وكثير متوترة أنا خايف بأي لحظة تمسك التلفون وتحدي في الفيديو فحبايب كونوا جايزين أقل من نص ساعة والفيديو بيكون على قناتي أقو فيديو بتاريخ ما مش رح تعترف مش رح تعترف اليوتيوب كونوا جايزين إزايك يا صحبي مهليش صحاب انت اللي سبتني انت اللي مقلبتني يا را عديل يعديها من الأول الخبر الرابع اللي عادنا عن ساهر منذر وليش صار يبتي طبعا إذا ما شنت تعرف من هو ساهر منذر فأحمد ربك وبلالك هذه المعرفة فساهر نزل على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات ولكن حذفها ورا نص ساعة كان يقول بيها أنه هو تعب من وضع حاليا ومن كثرة التعليقات السلبية وما عاد يتحمل رحوطكم هذه الستوريات شوفوها ثاني شي ليش ليش أنا بيخحق مين غلطت شو عملت لكم بس لأنه أنا قررت كون هيك يا جماعة خلص تركني بحيلي يعني جري تركني بحيلي أنا تعبت تعبت لي نفسيتي خلص خلص لو سامحته خلص يعني الخبر العسرية اللي عدنا عن نور مارو وإعلانه بحسابه بالإنستجرام أنه دي يجهز مقطع السفاح وخرافة في الباتش رحطوكم هذه الستوري شوفوه بكرا في فيديو جداع قناة تانية يا جماعة الله عم يمنتج لكم يا قل يكون جاهزين بكرا الفيديو خطير وبس والله أنه وصل لنهاية المقطع أتمنى المقطع جابكم لتنسون تحطوه لك تشاركوه بالقناة تشاني يوكم فيدي زي مقاطة مملكة الخصص وبس مع السلامة